إذا كانت فعلا إيران صادقة في هذا الرد على أنه إزالتها للكاميرات وبناء على انسحاب واشنطن لماذا أعلنت اليوم في زيارة رئيسي وكالة الطاقة الذرية لم تعلن سابقا؟ الأمر منذ شباط الماضي ونحن ننتظر رد على عدم إعادة الكاميرات إلى العمل واليوم عند هذه الزيارة تقول بأنها ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي تقييمك؟ أولا تحية لك تحية لأستاذ أنور من باريس وتحية للمشاهدين الكرام إيران تعرف معرفة جيدة أن الرئيس بايدن منذ أثناء حملته الانتخابية وبعد تسلمه الرئاسة يهمه كثيرا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لأنه ركز كثيرا على هذا الموضوع أثناء حملته الانتخابية وانتقد انتقادا قويا الرئيس السابق ترامب لأنه انسحب بهذه الطريقة من هذه الاتفاقية ومعرفة إيران بالموقف الأمريكي يجعلها الآن ترفع السعر الذي تريده لقد قال الرئيس بايدن منذ فترة غير بعيدة أنه ينوي أن يضم إلى المفاوضات أو أن يقوم به فاوضات لاحقة تتعلق بصواريخ إيران الباليستية وأيضا بانتدادات إيران في المنطقة في إيران وسوريا ولبنان والعراق وغيرها وربما لست متأكدا ولكن أعتقد أنا أنه ربما إيران الآن تصعد بعض الشيء من مواقفها لكي تحمل الرئيس بايدن والموقف الأمريكي عامة على التخلي عن الأمور الأخرى وصب الجهد على الاتفاق النووي لأن بايدن يريد عودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق وربما هذا قد يكون جوهر الموقف الإيراني المتجد